إلى الأعزاء أبناء الشعب الكويتي وهي تحنية بمناسبة الأعياد الوطنية وأتمنى يعني مثل ما قلت لك من البداية مسألني عن أي أمر في أمور أعتقد يجب أن تكشف للشارع الكويتي وعرفها المواطنين الكويتيين ويسمعوا مجهات النظر المختلفة وبالتالي هم يحكمون ويقيمون تقول لي أنت ما طلعت أنا من زمان وآخر ظهور أبو علي كان في جاوبتكم بآخر لقاء معاكم قلت أتوقع أن في حل حصل بعدها بفترة غصيرة أتوقع أولاً يعني المادة 107 حل المجلس هذا يقدر صاحب السمو وحده دون غيره يقدر أسبابه ويقدر توقيته ولا أحد يستطيع أن يتحدث عن هذا الأمر وهذا الحق إنما وفق المعطيات ووفق الزيارات التي أتشرف فيها البروتوكولية الأسبوعية مع صاحب السمو أعلم يقيناً بأن رغبة صاحب السمو بأن يستمر هذا المجلس ويكمل أربع سنوات وتوقعاتي إن شاء الله بينها سهود ومهود والمطبات اللي تشوفونها راح أتعدي إن شاء الله بسهولة سفينة الكويت قوية ومتينة والأمواج المفتعلة سنعبرها إن شاء الله بسهولة ويسر وإنساء الله سبحانه وتعالى التوفيق إن شاء الله للجميع فتوقعي إن شاء الله يعني مختصار شديد ما في حل رغم محاولات عشاني سؤالك في محلة وهذا سؤال يعني يسلوني يا جماعة الإعلانة اللي حين يضيق خلقهم لا يفون انتخابات يفون انتخابات لا هذا هذا توقعي وفق اجتهادي بناء على المعطيات الموجودة وإن شاء الله يعني يستمر هذا المجلس المهم استمرار المجلس المهم أن ينجح في تقديم شيء للمواطن وأن أستطيع أن نتحدث بتفاصيل أكثر بعض قليل رغم ما أستطيع أن أنفي إن هناك محاولات لي حل المجلس وهناك محاولات لما هو أكثر وأكبر من حل المجلس أكثر أكثر وأكبر في أكثر وأكبر من حل المجلس